اشتركوا في القناة تاريخ 24-1-2024 واستجابة منها نحن مجلس استنافذتوان نثمن هذا القرار وندعو العدول إلى انضباط هذا المقرر مقرر الإضراب الذي سيبتد من تاريخ 29-1-2024 إلى غاية 5 فبراير 2024 هذا الإضراب جاء نتيجة تراجع وزارة العدل عن تراجعها وتنصلها من مسؤوليتها في تعديل تنصل مسؤوليتها في تعديل قانون مشروع القانون الذي مسى مشروع قانون 16-2-20 وخاصة في المدة 52 وتصريح الوزير الذي أكد بأن هناك جهات مختصة هناك جهات مختصة ترفض إسناد إداع صندوق إداع للعدول نحن نريد أن نعرف من هي هذه جهات مختصة التي تدخل في تسسس العدول إلى جانب وزير العدل فالدستوري تكلم عن المساواة بين المهن القانونية والتوثيقية في هذا الجانب فلا يمكن حرمان العدول لهم جهات رسمية توثق جميع العقود الرسمية الرسمية منها العقارات بيوعات العقارات المحفظة وغير محفظة وتأتي الشركات والروهون وغيرها من البيوعات إلى جانب الوثائق الأسرية توثيق المسائل الشخصية من زواج وطلاق وإيراثات فنحن كجهة رسمية توثيقية يجب أن تعطلنا الضمانات من أجل اشتغال في ذلها فإن القانون من أجل تسهيل من أجل تسهيل وتسريع الوثيقة العدلية وتصبح مثل باقي الوثائق الرسمية فتمييز بين المهن يجب أن يكون وذلك أن جلت ملك أكد بمناسبة أخرى بأن يجب تحديث هذه المهنة وتأهيلها كباقي المهن قانونية والقضائية نحن نستنكر صريحة الوزير من خلال جوابه أمام مجلس المستشارين لأسئلة ترحط عليها لماذا لم يتميس ناد إذاع للعدول وأكد بأن هناك جهات مختصة لم تريد منح العدول هذا الاختصاص وهذا بالحقيقة هو تنصر مسؤولي وغروف من مسؤوليته في حين أنه أكد سابقا أمام مجلس العدل الشريع بأنه تم منح هذا الإداع تم منحه للسادة العدول والآن يتراجع اليوم أصبح يتراجع عن هذه التصريحات فهناك تضارب في الأفكار وتضارب في التصريحات لوزير العدل المغربي إذن نحن مستمرا إن شاء الله في هذا الإضراب وسنكون أمام محطات نظالية مستقبلية في حالة عدم استجابة وزارة العدل لتطلعات السيدة والسادة العدول أفاضل شكرا لك على ثلاثة سؤال لأننا نحن من اختصاص دينا اختصاص شامي العام ليس توثيق عقود الزواج والإراثات فقط نحن نوثيق جميع العقود سنقتلك بأن نقتلك عقارات محفظة وغير محفظة وفي طور التحفيظ وعقود الشركة والرهون بالإضافات إلى التوذيق الأسري ونحن نوثيق جميع العقود أنا لا أعرف من أين تأتي الصحف أنه يكون هناك عنوان عريض بأن الوغري سيقابدون زواج كأننا نحن نوثيق عقود إراثات الزواج فقط نحن نوثيق جميع العقود سيكون هناك شلال تام على مستوى مرفق التوثيق العدلي بتمان التوثيق الجميع بعدم توثيق جميع العقود من الأشهرية كما قلتلك وجميع العقود الأسرية الأخرى نحن نعودون نقدمه قبل هذا نقدمه هناك نصائح نقدم نصائح المتعاقدين لأن هناك تكون هناك استشارات في أسرية استشارات البيوعات فجل جانب التوثيق هناك نصائح ولكن خلال هذا الإضراق سيتم توقف جميع ستوقف حتى الاستشارات حتى الاستشارات توقف استشارات الهاتفية وأي شيء سيتوقف المؤقت لك هناك سيكون هناك شلال تام لما في التوثيق العدلي إلى أن تمر هذه الفترة للإضراق شكرا لكم